بيان عاجل من السودان عن دعم مصر العسكري والاقتصادي والسياسي وصدمة اتفاق على تعاون عسكري بين اسيوبيا ودولة عربية للأسف وفي خبر انهام أمر عاجل من الرئيس السيسي للحكومة والتنفيذ فورا صلوا على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده مهم جدا عشان تجلكم أهم الأخبار واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول عاوزين نوصل ألفين لايك على هذا الفيديو قبل ما نبدأ في الأخبار اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحية مصر وانتو وطنيين وقدها نبدأ في تفاصيل أول خبر معنا وبيان عاجل من السودان عن دعم مصر العسكري والاقتصادي والسياسي وزير الاستثمار السوداني عبدالهادي إبراهيم اعتبر ان الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم دعما على المستوى العالمي للسودان إبراهيم قال خلال مؤتمر صحفي على هامش المنتدى الأول لهيئات الاستثمار الافريقية المنعقد بمدينة شرم الشيخ ان مصر داعم دائم للسودان في مختلف القضايا والمحافل الدولية والإقليمية أشار إلى أن الرئيس السيسي قدم كل دعم السياسي والمعنوي لدولة السودان على المستوى العالمي ومع مختلف مؤسسات التمويل الدولية أضاف حسب ما نقلته وكالة سون السودانية الرسمية أن السودان يتلقى مساندة قوية من مصر يتمثل في المساهمة في إدماج البلاد في المجتمع الدولي والاستفادة من فرص التمويل المختلفة بما يساني جهود السودان في التطوير والتنمية إلى جانب الاستفادة من الخبرات المصرية في عملية الإصلاح الاقتصادي والتي حققت مصر فيها نجاحا كبيرا إبراهيم أشار إلى أن الرئيس السيسي قدم دعما واضحا للسودان في مؤتمر باريس من خلال خطاب قوي كما ساند السودان لدى مؤسسات التمويل الدولية بما يسمح بحصول السودان على إعفاء من ديونه وفقا لبرنامج هبت لإعفاء الدول المثقلة بالديون بسبب الوباء إلى جانب الدعم في قطاع الكهرباء والمد الشبكي أوضح أن مصر والسودان بتجمحهم الحرص على التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة الإثيوبي انطلقت الجمعة في مدينة شرم الشيخ المصرية الدورة الأولى من منتدى رؤساء هيئة ترويج الاستثمار في إفريقيا التكامل من أجل التنمية والذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار المصرية ينتهي 14 ينيو الحالي بالتوقيع على مذكرتين تفاهم المصدر معنا كان من سونة ووكالات طبعا نتمنى الخير لدولة السودان الشقيقة الجميلة إن شاء الله حل موضوع سد النهضة ده يكبر على خير ومصر والسودان إيد واحدة دائما وأبدا ضد أي مخاطر لأن مصرنا واحد على نيل واحد وإن شاء الله أي حد يحاول يفرق بين مصر والسودان يعني انتهي به الأمر للفشل لو حضرتك جديد الجزء ده من الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة من الزرار الأحمر أسفل الفيديو ويلا ندخل على تفاصيل الأخبار ننتقل لخبر آخر معنا وصدمة اتفاق على تعاون عسكري بين إثيوبيا ودولة عربية رئيس الأركان الإثيوبي الجنرال بورهانو أجرى اتصالا ومباحثات مع نظيره الجيبوتي الجنرال زكريا حول سبل تعزيز التعاون بين قوات الدفاع في البلدين وزارة الخارجية الإثيوبية قالت في بيان لها الجانبين أكد اهتمام الحكومة بتكرار قصص النجاح للمشاركة الشعبية والعلاقات الاقتصادية النموذجية بين البلدين في المجالات الدفاعية أضافة المسؤولين العسكريين دعيا إلى إنشاء منصات وآليات أكثر ملاءمة لتبادل المعلومات والخبرات بالإضافة إلى متابعة التدريب العسكري المشترك أشارت إلى أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز التعاون لجعل الممر الأثيو جيبوتي منطقة سلمية واتفقا على مواصلة عقد اجتماعات دفاعية مشتركة سنويا المصدر معانا كان من وكالات الأنباء الإثيوبية يعني للأسف هذا خبر صادم بالنسبة لي يعني أنا كنت تفاكر إن دولة جيبوتي مع مصر ولكن للأسف يعني الحقيقة عكس ذلك ولكن إحنا بجيبوتي من غير جيبوتي قادرين على حل قضية سد النهضة ننتقل لخبر آخر معنا وفي خبر إنهام أمر عاجل من الرئيس السيسي للحكومة والتنفيذ فورا رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مبولي عقد مساء الأحد الماضي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية القناة السويس وفي بداية الاجتماع الذي حضره كل من رئيس هيئة القناة السويس الفريق أسامة ربيع ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية القناة السويس يحيى زكي ورئيس الهيئة الهندسية لقوات المسلحة اللواء إيهاب الفر ومسؤوله جهات المعنية أكد مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذها وذلك في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تكون المنطقة الاقتصادية التنمية قناة السويس على أجندة أولويات الحكومة قام اللواء إيهاب الفر خلال الاجتماع باستعراض المشروعات الجاري تنفيذها لصالح الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية القناة السويس التي تضمنت أعمال رفع كفاءة وتطويل المباني الإدارية والخدمية ورفع كفاءة أعمال الشبكات صرف وتغسية وبميناء الطور وأعمال إنشاء الخط الناقل للمياه المحلاة من محطة تحليات مياه البحر بالعين السخنة إلى المنطقة الاقتصادية القناة السويس بالعين السخنة وإنشاء خزانات التجديس تطرق إيهاب الفر إلى الموقف التنفيذي المشروع أعمال الشبكات صرف ومياه وري بإجمال أطول 150 كيلو متر المرحلة الأولى منه تتكون من 100 كيلو متر ويشمل المشروع شبكات الصرف الصحي بإجمال أطول 36 كيلو متر المرحلة الأولى منه 22 كيلو متر والمرحلة الثانية 14 كيلو متر وإنشاء سبع محطات رفع مياه الصرف الصحي المرحلة الأولى تضم إنشاء أربع محطات رفع والمرحلة الثانية تشمل ثلاث محطات رفع ويشمل المشروع أيضا إنشاء خطوط طرد مياه الصرف الصحي بطول 28 كيلو متر المرحلة الأولى منه تشمل 23 كيلو مترا والمرحلة الثانية 5 كيلو متر ومشروع محطة معاجة المياه الصرف الصحي بطاقة 200 ألف متر مكعب يوميا المرحلة الأولى منه 25 ألف متر مكعب يوميا ومشروع شبكات مياه الشرب الرئيسية بإجمال 36 كيلو متر المرحلة الأولى منه 25 كيلو متر المرحلة الثانية 11 كيلو متر ومشروع شبكة مياه الرأي الرئيسية التي يتم تغذيتها من مياه الصرف الصحي المعالجة بإجمال أطول 50 كيلو متر وأضاف أنه تم الانتهاء من تطوير ميناء بورسعيد بواقع 9 أرصفة بحرية كما تم إنشاء 8 ساحات تداول بميناء شرق بورسعيد بإجمال مسطح 2.654.765 متر مربع وجاء لإنشاء ساحتي تداول رقم 6 و 7 يجرى العمل بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد كما تم استعراض أعمال الطرق حيث بلغ تنفيذ المرحلة الأولى التي تتضمن 9 طرق نسبة إنجاز متقدمة بأطوال تزيد على 98 كم وتشمل المرحلة الثانية إقامة 3 طرق بأطوال تزيد على 34 كم كما تم استعراض الموقف التنفيذي لأعمال تحسين الطربة لمساحة 64 مليون متر مربع المصدر معانا كان من الوطن وهذه كانت آخر التطويرات لمنطقة بورسعيد وأترك لحضركم التعليق على هذا الخبر الهام جينا لنهاية نشرة الأخبار كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم مصري ميديا وإيبين إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبركاته